موسيقى 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 تقوية الأخوة وبهذه المناسبة نتقدم بأسماء آيات التهاني والتبركات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الواحد وتسعين لتوحيد المملكة ونتمنى للمملكة وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وكل عام والجميع بخير يشرفوني ويسعودوني بهذه المناسبة العزيزة علينا أن نرفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان آل سعود وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان آيات التهاني والتبركات بهذه المناسبة الغالية متمنين للمملكة وشعبها الاجدهار والتقدم وأن يديم عليهم نعمة الأمن والأمان وكل عاما وأنتم بخير وقد أشيخنا وأخبرت حشاك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر